موسيقى عقب قيامه بجولة تفقدية بشرق القاهرة سيسي طالب بالإسراع بالحطوات التنفيذية لمشروعات الطرق والكبار وزير الخارجية سامح شكري ونظيره البحريني يبحثان اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالمنطقة لمواجهة فيضانات عارمة مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر العاشرة صباحا في القاهرة الثمنة بتوقيت جرينيش نشر إخبارية تأتيكم عبر شاشة النيل أهلا بكم شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قيامه بجولة تفقدية شملت مواقع إنشائية لمشروعات طرق ومحاور وكباري بالإسراع بالحطوات التنفيذية لهذه المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية اشتركوا في القناة الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر عندنا بعض المرافق خط زيد كابل ضغط عالي 28 كيلو فولت خط زيد بنحاول نفديه عندنا خط موسير صرف صحي طول 600 متر طولي الحمد لله فندم بنفدي المرافق دي بدون أي أضرار هو والله فندم بإذن الله ضغطين جداً قبل المدارس قبل المدارس طبعاً فإن شاء الله قبل المدارس إن شاء الله إن شاء الله ده وده تمام وكبري ده إن شاء الله إن شاء الله يعني كده يعني عشان وكمان إذا كنا هناخد الكبري وقلنا الشوارع اللي جنب منه كمان تبتغي تمام هو أمر مش كده ولا هو أمر فنو الموضوع الكورونا والقصة. اه خلي بالكم. عايزين على الموضوع عايزين نفضل زامحنا كده في فضل الناس. ان شاء الله. شكري. هو امرك. في نفق صرف صحي معطلنا شوية في بداية النفق الكوبري تاع الصعيد. ان شاء الله فاندوم نتغلب عليها ونخلصها ان شاء الله فاندوم. كما التقى السيد الرئيس باحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع. حيث استمع سيادته الى طلبها للعلاج. موجها سيادته جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا. وفق ارقى البروتوكولات العلاجية. مانت عبانة. لا. والله قلب وسكر وكبد. يوم. لا على طول. على طول. ايه تاني. يا مابا. ايه تاني. بس يوم. ان شاء الله يبارك لك. لا صحيح. والمصحف منتق بالي. والمصحف. انا مستدائك بايقولك. ايه تاني. استني. كلمة. انت عايز سمشي. اه مراه ان شاء الله يراضيك يا امي. ولدي عندي سرطان والله يا امي. انت عايزان يعملو كل. ان شاء الله يبارك لك. سوف نروح لك فين. لا انا هم هاخدوا منك دي وقت كل البنات. ان شاء الله ينديك يا ولد. ما حد يضرك وخلي لك ولاداتك وبرك فيك وراضيك. شكرا 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 الله يراضيك. يا قد وزير القارج يسامح شكري اليوم جلسة مباحثة مع نظره البحريني دكتور عبداللطيف الزياني. ومن المنتظر ان يتناول اللقاء الذي سيعقد بقصر التحرير العلاقات المصرية البحرينية المتميزة. وسبل تعزيزها في شتى المجالات. بالاضافة الى الاوضاع على السحة الاقليمية. ومن بينها الازمة ليبية. اعلنت لنا الشيخ وزيرة العمل وتنمية الاجتماعية السودانية. ان بلادها قررت فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر لمواجهة فيضانات عارمة. قرر المجلس احتبار السودان منطقة كوارث طبيعية. واعلان حالة الطوارئ في كافة ارجاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر. وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة اثار السيول والفيضانات لخريف 2020. برئاسة وزارة العمل وتنمية الاجتماعية. وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الادوار المحلية والاقليمية والعالمية. قالت لنا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية السودانية ان الفيضانات العارمة تسببت حتى الان في وفاة نحو مائة شخص. اجتمع مجلس الامن والدفاع مساء اليوم الجمعة بالقصر الجمهوري واستعرض تقارير الخريف لهذا العام. ووقف على حجم الخسائر البشرية والاضرار المادية التي اسفرت عن تأثر 16 ولاية من ولايات السودان ووفاة 99 مواطنا واصابة 46 اخرين. وتضرر اكثر من نصف مليون نسمة وانهيار كلي وجزئي لاكثر من مائة الف منزل. وقد تجاوزت معدلات الفيضانات والامطار لهذا العام الارقام القياسية التي رصدت خلال العامين الفتسعمية تمانية وتمانين والفتسعمية ستة واربعين مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. اعلان مجلس الامن والدفاع في السودان اعتبار البلاد منطقة كوارث طبيعية وتشكيل لجنة عليا لمعالجة اثار السيول والفيضانات. علاوة على اعلان حال الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر. ليس الا انعكاسا لخطورة الوضع الذي شمل ست عشرة ولاية تأثرت بالسيول والفيضانات في السودان وعدت الى انهيار كلي وجزئي لأكثر من مائة الف منزل ووفاة نحو مائة شخصة واصابة نحو خمسين اخرين. احدث الاحصاءات تشير الى تضرر نحو خمسة وثمانين الفا من النازحين داخليا واربعين الف لاجئ الى جانب الالاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين. لسيما في شرق السودان والنيل الابيض ودارفور والخرطوم. كان مجلس الوزراء السودانية قد اقر في اجتماع خاص مساء الجمعة رفع توصية الى مجلس الامن والدفاع الوطنية لاعلان حال الطوارئ في البلاد لضرء اثار السيول والفيضانات واستمع المجلس الى تقارير كشفت حجم الضرر في ولاية الخرطوم نسبة لكثافة السكانية وتضرر بعض الاحياء على النيل. وتتوقع وزارة المياه السودانية ان يكون فيضان هذا العام اكبر من فيضان العام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين الذي دمر عشرات الالاف من المنازل في ولايات عدة وشرد اكثر من مليون شخصا وتتوقع الوزارة انحصار منسوب النيل خلال الايام الاربعة المقبلة. من جانبها اعلنت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انها تسعى لتوزيع مواد الاغاثة التي وصلت الى خرطوم مساء الجمعة باسرع ما يمكن على المتضررين. هذا الذي خلفنا هو يعني مؤن قدمت المفوضية السام لشؤون اللاجئين التابعة لنوبا المتحدة للاجئين والنازحين والمحتاجين من المواطنين في السودان نسبة للكوارث التي شهدته البلاد في الايام الفائتة وتحتوي شحنة الدعم الانسانية من المفوضية على مئة طن من مواد الايواء والخيام والاغطية التي تكفلت دولة الامارات العربية المتحدة بتكلفة شحنها جوا إلى السودان. في العراق اكد قائد عمليات البصرة اكرم صدام ان عملية عسكرية انطلقت صباح اليوم في البصرة مستهدفة السلاح الذي يستخدم ضد المواطنين والذي انتشر بصورة كبيرة مؤخرا تزامنا مع حركة الاحتجاجات في المحافظة. كانت البصرة قد شهدت سلسلة اغتيالات للنشطاء والصحفيين خاصة مع انطلاق المظاهرات والتي اندلعت في اكتوبر الماضي احتجاجا على الفساد والمحاصصة في البلاد. وكانت اخر موجات الاغتيالات ما هي شاهدته المدينة اواخر اغسطس الماضي. اكد وزير الخارجي اليوناني نيكوس دانياس بعد لقائه الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتاريش في نيويورك ان السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة. من جانب قال كيريا كوس ميتسو تاكيس رئيس وزراء اليونان عقب لقائه في اثنى كبير ديبلوماسيين الصينيين يانجيشي ان بلاده تواجه عدوانا تركيا. بلدنا كما تعلمون بصرف النظر عن العدوان يواجه افعالا من جانب تركيا تتعارض مع كل قواعد ميثاق الامم المتحدة. وقال كيريا كوس ميتسو تاكيس رئيس وزراء اليونان ان تركيا تعرض الامن في البحر المتوسط باكمله للخطر. تركيا تعرض خطابا يشوه التاريخ ويغير البغرافيا ويقود الشرعية وتقوم بالاعمال التي تعرض الامن في البحر المتوسط باكمله للخطر. في العاصمة البلجيكية بروكسل قال يانس تلتنبرغ امين عامح الفنيتو ان اليونان وتركيا شرعت في مناقشات فنية تهدف لتقليل خطر وقوع حوادث او مشكلات بمنطقة شرق المتوسط. بعد مناقشات مع الزعماء اليونانيين والاتراك التقى الحليفان قبل يوم لاجراء مباحثات فنية هنا في النيتو. هدف هذه المحادثات هو وضع آليات لتهديئة التصعيد العسكري وتقليل خطورة وقوع حوادث. في شرق المتوسط. لم يتم التوصل لاتفاق حول الآلية بعد. الرسالة واضحة ومقتضبة من جانب اليوناني لتركيا. توقفي عن الاستفزازات يبدأ الحوار بيننا. هكذا صاغها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس. تركيا من جانبها لم تفهم أو تحاول أن تفهم الرسالة اليونانية على بساطتها. قائلة إن اليونان لا تريد الحوار بل وتكذب فيما يتعلق بوساطة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستورتنبرغ بين البلدين من أجل الدخول في محادثات تقنية في مقر الحلف لوضع آلية من أجل منع وقوع أي نزاع عسكري وخفض احتمال وقوع حوادث في شرق المتوسط. وذكرت وسائل إعلام يونانية أن ستورتنبرغ سلم وثيقة من ورقة واحدة تعرض أفكاره إلى الممثلين العسكريين لليونان وتركيا خلال لقاء استمر خمس دقائق وأحيلت الوثيقة إلى أثنى لدراستها وفق هذه التقارير. لكن الحكومة اليونانية قالت إن مبادرة ستورتنبرغ أبعد كثيرا من أن توصف باتفاق لإعادة إطلاق حوار وشددت على أن خفض التصعيد لن يحدث ما لم تنسحب جميع السفن التركية من الجرف القري اليونانية. ستورتنبرغ عاد لتوضيح مجددا الجمعة وقال إن ما يفعله حلف شمال الأطلسي وما يحاوله وفعله ليس معالجة المشكلة الكامنة لكن لتجنب النزاع والسعي لوضع وتعزيز آليات لتجنب هذا النزاع أو تجنب حجد قوات عسكرية ما يمكن أن يؤدي إلى معركة عرضية. من جانبه تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن إمكانية تنظيم مؤتمر يضم جميع الدول المشاركة في مختلف النقاشات حول الحدود البحرية في البحر المتوسط من أجل تهديئة التوتر وقال إنه طرح الفكرة بشكل غير رسمي على بعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية وعلى تركيا أيضا وأوضح أن ردود الأفعال كانت تستفسر عن الأساليب والمشاركين والأهداف من وراء هذا المؤتمر الاتحاد الأوروبي حض تركيا برارا على وقف أنشطة التنقيب مهددا بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت حل النزاع من خلال الحوار وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه ما لم تنخرت تركيا في محادثات فإن الاتحاد سيفرض قائمة بمزيد من العقوبات خلال اجتماع للمجلس الأوروبي في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من سبتمبر الجاري أعلن الدكتور خلد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الأمس الجمعة شهد تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 16 حالة وفاة قال الدكتور خلد مجاهد أن الأمس شهد أيضا خروج 890 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 76305 حالة في الولايات المتحدة الأمريكية تخطط الإصابات بفيروس كورونا المستجد 6 ملايين ومئتائف حالة كما تم تسجيل أكثر من 187 ألف حالة وفاة كانت السلطات الصحية الأمريكية قد طلبت من حكومات الولايات المتحدة لاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا على نطاق واسع مطلع نوفمبر المقبل هذا وسجلت الهند 86432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 442 إلى 40 مليون عفوا حالة تقريبا وتم تسجيل 1989 حالة وفاة جديدة تبلغ الحصيل الإجمالية للوفايات ما يقرب من 70 ألف فحين تعافى نحو ثلاثة ملايين مصاب في البلاد تقدر الإشارة إلى أن الهند تعد ثالث أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة والبرازيل أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيس الصيني سجل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وقالت اللجنة إن جميع حالات الإصابة الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج لتسجل البلاد عشرين يوم متتالية بدون إصابات محلية ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بمارة كوفيد-19 في البار الرئيسي أكثر من 85 ألف حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند أربعة ألاف وستمائة وأربع وثلاثين حالة في مدينة جينيف قال تدريس أدانو مدير عام منظمة الصحة العالمية إنه لن يتم اعتماد أي لقاحا لمكافحة فيروس كورونا المستجد لا يثبت أنه آمن وفعال منظمة الصحة العالمية لن تعتمد لقاحا لا يكون فعالا وآمنا هذه واحدة أما الثانية فكما قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سوامانيثان فإن اللقاحات سعرت في القضاء على الجدري ثم أصبحت على واشك القضاء على شلل الأطفال أي أن كان ما أعلنه مدير عام منظمة الصحة العالمية تايدروس أدانوم الجمعة عندما أكد أن المنظمة لا تتوقع حملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد حتى منتصف عام 2021 فقد بدد الآمال في انتهاء الكابوس والتوصل للقاح سريع يقضي عليه رغم أن الأبحاث التي أجريت على لقاح روسي تبدو مشجعة روسيا أقرت بالفعل لقاحا أفادت دراسة بشأنه نشرت في مجلة The Lancet الطبية يوم الجمعة أن المرضى المشاركين في الاختبارات المبكرة طوروا أجساما مطادة بدون أي آثار سلبية خطيرة لكن العلماء حذروا من أن هذه التجارب محدودة لإثبات سلامة اللقاح التجربي وفعليته إذ لم تشمل سوى 76 مشاركا واشنطن أيضا حثت مختلف الولايات الأمريكية على الاستعداد لبدء إعطاء لقاح مرتقب بحلول الأول من نوفمبر القادم ما أثار مخاوف من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسارع لبدء توزيع لقاح قبل انتخابات الثالث من نوفمبر في أنحاء العالم تأمل الحكومات الإعلان عن توفير لقاح للفيروس الذي أصاب أكثر من 26 مليون شخص وقلب حياة الملايين وعاث الفوضى بالاقتصاد العالمي ورحبت منظمة الصحة العالمية بحقيقة أن عددا كبيرا من اللقاحات التجربية دخلت الآن المراحل التجربية الأخيرة التي عادة ما تشمل عشرات آلاف الأشخاص المنظمة أشارت أيضا إلى أن الباحثين سيتعين عليهم لانتظار لأشهر أو سنوات للتحقق من أن اللقاحات المرشحة آمنة وفعالة غير أن هناك ضغط هائل لطرح لقاح بسرعة مع استمرار الوباء في التسبب بخسائر بشرية واقتصادية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن تجارب اللقاحات الأمريكية تجري في مسارها الصحيح لوقف تفشي الفيروس مشيرا إلى أن ثلاثة لقاحات بلغت المراحل النهائية من التجارب السريرية وأن النتائج يتوقع لها الظهور في وقت قصير وفي البرازيل أثار الرئيس جايير بولسونارو جدلا واسعا بشأن لقاحات فيروس كورونا إذ قال إنه لا ينبغي إكراه أحد على تناولها بولسونارو كان يتحدث عن لقاح بعينه لكوفيد تسعة عشر غير أن البعض فهم ما قاله على أنها رسالة ضد اللقاحات بشكل عام اللقاحات تخضع للعديد من الدراسات العلمية قبل أن تعتمد للاستخدام غير أن السلطات في كل دولة قد تميل لاختبارها قبل توزيعها على مواطنيها تم قطر ناقلة النفط العملاقة نيو دايموند بعدما تمت السيطرة على حريق اندلع على متنها مثيرا مخاوف من حدوث بقعة نفطية واسعة في المحيط الهندي إلى سواحل سيريلانكا وذكرت البحرية السيريلانكية أنه تم قطر ناقلة النفط إلى موقع يبعد ستين كيلو مترا عن ساحل سيريلانكا كان الحريق قد شبه صباح الخميس الماضي في غرفة المحركات بالناقلة نيو دايموند والمحملة بنحو مليوني برمين من النفط ثم امتد لغرفة القيادة قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي للولايات المتحدة النظر بجدية بالغة في اشتباه تسميم المعارض الروسي لكنه أوضح أن إدارته لم تصل بعد إلى أي دليل كان حلفو نيتو قد طالب عقب اجتماعا في بروكسل بإجراء تحقيق دولي بشأن تسميم المعارض الروسي البارز أليكزاندر نافلني والذي يعالج حاليا بالعاصمة الألمانية برلين بغاز نوفيتشوكا وختاما تذكرة بأهم ما جاء في هذه النشرة عقب قيامه بجولة تفقدية بشرق القاهرة رئيس سيسي يطالب بالإسراع بالخطوات التنفيذية لمشروعة الطرق والكبار وزير الخارجي سامح شكري ونظيره البحريني يبحثان اليوم العلاقة الثنائية بين البلدين وتطورة الأوضاع بالمنطقة لمواجهة فيضانات عارمة مجلس الأمن والدفاع في السودان يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قتم النشر المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني شكرا لكم وإلى اللقاء